كتير كنا نحب هاد المكان مو بس لأنه هو مكان حلو لأنه كان بيعنينا كتير استاذ قينجو مليح اللي شفناك والله عمفيدات كيفة شوف مين جبتلك معي هاندا هاندا عنجد لك انتي رجعتي يلا عدوا لتضلوا في مكان كنوا المعتاد تفاضي شوفوا يلا تفضلوا تعالوا تعالوا استنوا لحظة استنوا هلأ الأمور تمام تشوفكم كتير كنت تحبي هالوردات كنت دائما جيب لك ورد وانتي كنت تنبسطي فيهم كأنك أخذ أغلى هدية بالعالم صراحة ساعاتك بهالوردات كانت أكبر هدية إلي هاندا بعد هلأ ما عد أسألك إذا تذكرتي شيء أو لا رح أسألك شيء واحد عم تحسي بشي هاندا عم تحسي بالمشاعر اللي حسيتية من قبل جانجو أنا قولي بقدر أسألك سؤال طبعاً فيك تسأليني شو ما ببدي أنا وياك كنا منحب بعض معاك يعني أنت هيك قلت إيه هيك كنا طيب كنا كتير قراب كيف يعني يعني إنه قديش كنا قراب قصدي إنه صار شي بيناتنا هاندا ما عم أفهم عليكي أحكي بصراحة شو قصدي يعني نحنا لأي درجة كنا قراب من بعض كيف بدنا نقرب من بعض هاندا كنا نحب بعضنا حب طفوري أنا حتى كنت أخجل أمسك إيدي أكتر شي عملته بستك على خدك مرة ليش عم تسألي هيك أسئلة؟ طيب أنا ما تركت لك شي بعد ما رحت يعني رسالة أو مثلا شي شغلة أبدا أنت متأكد؟ أي طبعا هاندا متأكد ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا هاندا خانو إذا عمت دوري عصت شوليا فهي طلعت من شوي تمام أنت منيحة؟ لأنا شكلك تعباني ما فيني شي مين عمل فيك هيك وانت بها العمر هاندا؟ كيف صار معك هاد الشي كيف وين رحتي وشو صار للولد اللي كان بطنك من مين كنتي حامل يا ترى وين الفيديو اللي صورتي له يا لقينجو وين صار الفيديو معقوص صاحب الخاتم هو اللي عمل فيك هيك ساركان رح يطلع اليوم لا تخافوا كل الأمور للصالح ورح تنحل نها الله آقبني كيفك؟ كيف بدي يكون يا أمي متل ما أناك شايف بس تطلع من هون حبيبي رح نروح على بيتنا ورح يخلص كل هالعذاب انت منيح ابني ابني اليوم رح تطلع من هون صدر الحكم المتهم ساركان كورد أغلو بنظر الظروف التي مر بها المتهم قرر قضائيا اطلاق صراح المتهم ساركان وفق شروط المحكمة والاستمرار بالتحقيق وإكمال التقارير الخاصة بالجريمة ومن ثم عقد جلسة بعد شهرين قراراً قابلاً للطعم اطلاً لباسي اطلاق صراح المتهم اطلاق صراح ليمكن أمي قالت أنه رح يخلصوا كل الإجراءات ويجوا فوراً على البيت معقول صار شي معهم يا ترى لا تأكلي هم هلأ بعد شوي بتلاقيهم جاين إن شاء الله إن شاء الله ماما سوفي رسمت هاي لبابا رح تعجبه مو هاي بتعجبه يا عمينة بتعجبه حبيبتي فيني شوف الرسمة عجد حلوة كتير كتير رسمك حلو برافو عليك نورت البيت برجع تك سار كام بيك يلا لأيكم إجو الحمدل على السلام يا سار كام بيك أهلا وسهلا هو أخيراً رجع عامود بيتنا والله الفترة اللي مرقت راحت من عمري يا سار كام ألف الحمدل على السلامتك ابني سار كام أهلا وسهلا حياتي أنا شو قلتلك؟ ما قلتلك أبوكي راجع عالبيت؟ يلا تعي ضمي زعلت كتير بغيابك حبيبت قلبي أنا كتير استقتلك بابا أنت قضيت على كل الشريرين مو هيك؟ شوف رسمت هاي الرسمة إلك أنت سوبرمان بابا عجبتك مو هي؟ يلا ما بدنا نتعب سار كان أكتر من هيك تفضلوا أنا بدي أطلع بالدلت يا أبي بالإذن منكم طبعاً تعي ترجمة نانسي قنقر 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 نشكر الله أنك رجعت لنا حبيبي كل شي كان صعب كتير علي بغيابك يا حبيبي شو بدي قللك؟ شو رأيك نسافر كم يوم نغير جو سوا؟ لا شوف لا تتركي الأضيوف لحالهم عايب يطلعي لعندهم الناس اللي بالسوق سمعت بياللي صار والكل عما يحكي إن شاء الله الشركة ما تأثرت بهذا الشي لا بالعكس الكل المبسوطين لأنه نعتبروك البطل اللي أنقص حياة أخته إنتي لا تفكر بالشغل هالفترة خليك مرتاح ببيتك كل الأمور ماشي منيح ولا تأكل هم جينجو شكراً كتير لكل شي عملته أخي لا عفو وأنا كمان بدي أتشكر كتير ابني يعني لكفي ما تركتونا لحالنا لا يا خالتي هذا واجبي بابا شو رأيك نمشي خلي سار كان يرتاح كان يوم ومتعب ماشي يا الله تصبحوا على خير رح وصلكم على الباب يالله ابني أهلا وسهلا هلا فيك جولين خدي هدول الغراض مني ديري بالك عليهم حاضر رح نزيين البيت فيهم ايه تمام تعمى يا جينجو يا ريتنا اشترينا كعكة عيد الميلاد نحنا رح نعمله هلا بالنسبة اللي فضل اشتغل هاي الأكلات والبيت بيكون أحسن يمكن معك حق بهالشي بهيك مناسبات نحنا لازم نهتم بكل التفاصيل حتى لو كانت صغيرة طيب بشو مبلش؟ رح تساعدني بظن لازم تعرف ميني قديش انا مهتم فيها كمان طيب بس انت عملت كاك قبل هالمرة؟ لا انا ما بعرف هلا انت بتعلميني طيب ماشي يلا ايه ايه ليك ليش عم تضحكي هيك؟ العشاء قاعدين بالمطبخ هلا يا الله منك معقول انت عم تضحكي بتضلي تحكي بصيرة هالجماعة طول انت كيف فيك تشوفي الحب اللي بيناتهم كيف عم يكبر وما تتأثري خبريني ولا انسيت انت بعيدة عن هالقصص كله شو رأيك بدل هالحكي الفاضي؟ تعالي ساعديني احسلك من قصص الحب والغرام تبعيك عن جد في عالم بي البقلون الحب والرومانسية بي البقلون معلش تسكتي؟ لك اللعب سمعوكي وليس مو حلوي سمعوكي وديبيلنا وجع رأس يا الله شو حلوين خاصة اذا كانوا عم يعملوا الكيك سوا كتير رومانسيين الله يعطيني الصبر لقدر اتحملك يا عرب او انا عمقول هيك كمان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة